اخوتي وخواتاتي سلام عليكم نتمنى تكونوا بخير ورزقكم ربي الفضل والتيسير ومرحبا بكم معنا في قصة جديدة لما نطول عليكم كيف العادة ندخلوا مباشرة في سر تفاصيل جريمة اليوم القادية اليوم هذا تبيه المعنى الحقيقي ديال اتقي شر من احسنت اليه القادية اليوم أتبيه لكم كيفاش الانسان يقدر ينسى الخير يقدر يعطي اليد اللي تمددت ليه في وقت الشدة بلا ما نطول عليكم فهذا مقدمة هذه أنا بدأوا القادية ديالنا على بركتي الله القادية اليوم سيدينا القبيلة ديال مزاب في واحد دوار جماعة المشجات ديال باقليل مليونة ثم فين كان يعيش بوشعيب هو العائلة دياله هذا بوشعيب توفات زوجة دياله وخلت له تمانية ديال الوليدات اربعة منهم كانوا من دويل احتياجات خاصة وكان عندهم واحد المرض جيني بحكم ان بوشعيب ومراته كانوا ولاد الآن وغالبا ما كيكون هات الزواج ديال الأقارب فيه مشاكل بحال هك أغلب يد الولاد كيخرجوا إما عندهم إعاقة جسدية ولا إعاقة دهنية والأطيباء حضروهم من قبل حضروبوش عبو مراته قالوا لهم باللي الأطفال ديالكم اللي عادتوا ولده ما غادش يتزادوا ساليمين مية في المية ولكن هما ناس ما واعينش ناس ما فاهمينش بقاهم صممين على أنهم اكملوا عبقاوي ولده كيقولون ولدو حتى نطيحوا في الولد اللي غادي يكون ساليم مية في المية ولكن ما غادي يطيحوا في هاد الوليدات اللي ساليمين حتى عيكونوا ولدو ربعادي لولد الوليد كلهم عاجزين تماما هاد الوليدات كان خاصهم المراقبة والرعاية أربعة وعشرين ساعة على أربعة وعشرين وهذا الشي هذا خلح حياتهم صعيبة بزر لهما إلى والديهم وبوشعيب كان غير طالب معاشو فاش ماجاب الله كيخدم المهم هو فالوصافي كان الغرض دياله هو يوفر طريف ديال الخبز لوليداته باش معطله من بعد ما توفات زوجة دياله بنته السعدية هي اللي عادت هزل مسؤولية ديال الدار زوجة ديالبوشعيب توفات من بعد ما ولدات الوليد التامن الوليد التامن خلته ما زالت ريبية صغيرة السعدية في ذاك الوقت ما كانش كيتجاوز العمر ديالها أربعة عشر عام وكان مسكينة منها كل شي منها تقابل أخوها اللي ما زالت ربيع تبدله ليكوش تغسل لي تصبل لي تقابل حتى أخوتها الخرين منها شغال الدار ومنها حتى الشغال اللي خاصهم يتقدوا على بر الدار وهذه مسؤولية هذه كانت حمل كبير على هذه البنت هذه في هذه السنة هذا وحتى هي رأيها كانت مريضة كان عندها واحد لعيب خلقي كان عندها خلل في العمود الفقاري بحل لك أنت عندها شي حديبة في ظهرها ولكن وخاها كاك ما كانش واصلة للدرجة اللي كانوا فيها خوتها خوتها كانوا عجزين تماما عقلوا على هذا الحديبة اللي قلت لكم ما زالنا نحتاجوها الحديبة اللي كانوا في الظهر ديال السعدية المهم الوليدات غادن وكيكبروا والمصاريف غادن وكي تزادوا وبوش عيب ما بقىش قادة ديالس هذا الحمل هذا بدأ كي يجيه الزمان صعيب وغادي وكي صعب كانوا مساكني لا تغداه وما كيتعشوش يالله وجبة واحدة في النهار ولا تكافى معها عاد في واحد النهار بوش عيب عايقل سمع بنته وغادي بداي تذكر معها أقولها بنتي أنا راه الزمان قهرني وورا أنا شفت واحد الصمصار اللي غادي يشوف لك شي خديمة عن شي ناس مدينة تضربيضة منها بنتي تعاوني راسك ومنها تعاونينا السعدية مسكينا غادي تبدأ تبكي وغادي تقول وابا أنا راه ما نقدر لها نفرقك ولا نفرق خوتي خوتي شكونا عقاب لهم شكونا غادي يعاونك فيهم كلها غير انتي غير سيري وكوني هانية أنا غادي نمشي ونشوف شمراء اللي نزوج بها واللي تقبلتها الزمعي هاد الوليدات هادو السعدية مسكينا اللي الكاملة وهي مع النقاديك التربية الصغير وكاتبكي جمعت حويجاتها ووجدت راسها على أساس الغدلة غادي تمشي لمدينة الضار البيضة المهم لغادي ابو شعيب جرب بنته وغادي باش يمشي فلاق هذا السمصار السمصار غير شاف السعدية قال ابو شعيب والله يهديك شراء ما يمكنش والناس أنا ما يخدموهاش الناس كيبغيوا شي وحدة تخدم عندهم اللي تكون موقيدة ما يبغيش شي وحدة اللي تكون بحلها كعندها إعاقة جسدية وما قادرش على الشقة الناس كيبغيوا التخمال الشقة الطياب الصخرة وهذا البنت هذي راها ما تقدرش على هذا الشي هذا كامل وشعيب قال لي هو أخها هكاك هو أخها تشوف البنت بحلها هكا راها حادقة وناضية وراها تدير أي حاجة تطلبت منها السمصار قال لي ما يمكنش لي أنا ما كرحش أني نعاونك ولكن الناس را ما غاديش يقبلوا هدية الغدلي ابو شعيب قرر أنه يمشي مدينة الضار البيضة هو وبنته ومشى رجلو برجلها ومشى باش يقلب ليها على شي يخدمه ويشوف شي ناس اللي يحتاجن شي يخدام قال نخليها تماما ومن بعد رجعنا للدور فعلا لقد لي ساعدية مسكينة غاديش محويجاتها في الصباح الكري وغاديت تودع خوتها وعينها عامرا بالدموع وغاديت تمشي هيوبها عيش الدولكار وأول ما غاوصلوا للمحطة عاد دور بيهم الأرض عيدوخوا تبليهم دنيا عامرا الناس غادوا جاية وما ذلك ما أمرهم شافوا ما أمرهم شافوا هاد السحاب وما يقول لهم بوش عيب عيشي ديك الساعة وعيقصد واحد الراجل اللي كان كيبيعوا يشري في ديك المحطة عيسوا يقولوا واش عارف شي ناس اللي محتاجوا لشي خدامه واش عارف شي ناس اللي يقدروا يوريوني مندير أنا ربا غا نخدم بنتي في شي دار هو كالغرض دير وانه يقلب البنته على شي دار اللي تخدم فيها هاد السيد هذا غادي يقول له ما عليك غير بالموقف راكي يجو تم معيالات وكيجو الناس وكيعزلوا منهم اللي يخدمونهم كيعزلوا شي وحدا اللي يتبشي وتعاونهم في شغل الدار وفي شقة شي وحدا اللي الطيب ولا شوفهم ما شنو محتاجة عينا عقيت لي هادك الموقف في نجال البلاصة اللي فيها وفعلا أبو شعيب غادي يبدي بنته وعي يمشي للبلاصة اللي نعقيت لي هاد السيد هذا وعي يلقيت مبزاف ديال العيالات اللي كانوا يتسنى وكيجو البرزقهم حتى هم المهم غا يبدو يجيوا الناس وعي يبدو يجيوا من ديال العيالات عي يجيوا الناس اللي عمشيوا ويعاونهم في شغال ديال الدار مع العلم أن أبو شعيب هو بنته كانوا منقوضا هم اللولون ينقزوا يتبندروا قدامنا زي ما باش يهزوهم ويهزلوهم هم اللولون ولكن حتى شي وحدا من ديال العيالات مقبلت أنها ديال السعادية وتعاونها في الدار أنا كيشو فيها هذه الحديبة يقولوا ما تقضي واله هنا بو شعيب يرجع للحضران الذي قال لي استمسال قال لي للناس يريدون مرأة التي تكون صحيحة مرأة التي وقفها على الصح لكي تقضي لهم شغال الدار السعادية المسكينة كانت ضعيفة وكانت صحتها على قد الحال وعاد زي دعليها هذه الحنية التي محنية بسبب هذه الحديبة التي في دارها كانت تكتبينها بالنسبة للمدينة تقضي المهم في ذلك النهار والشمس بدأت تغرب أبو شعيب لم يكن لديه أعطى الراس لم يكن لديه يمشي في كازا لا هو ولا بنته حتى لا يعرف حتى شي واحد في هذه المدينة الضار عيشت بنته من يديها وعي يمشي وفي جنب يدير واحد الجردى وعي يقلس الوقت الذي يبدأ يبدأ يطلع السعادية بسكينة خلعات وبدأ تكتبكي أنا أبوها سأريد أن نقع ويبدأ يبكي معها حتى هو الناس لا يوجد أن يمشي لا يوجد أن يباتهم كيف يفكر واذا يبقى في هذه الجردة ولا ينقلب على شيء بلاس أخرى الذي يدوز في هذا في هذا الوقت ستكون داهزة واحد المرأ التي كانت تركب في واحد طموبي هذه المرأ ستكون انتباه لها هذا المنظر السعادية مع النقاب بها وكيتبكي هي ويا ستعطف عليهم ستوقف وستبدأ تتضار مع السعادية يعني ستتوجه الهدرة لا تتخلي بها وتتوجه هدرة لها للسعادية ستقول لها مالك ما بنت في هذه الحالة لا السعادية لا تتجاوب لأنها أصلا كانت تخاف من الناس لم تكن تقدر التواصل مع الناس وأصلا هي احتف دوارها لم تكن لك تخرج للدرج يعني تخرج للضرورة تتخرج لأنها كانت تحشب من ذلك العيب الذي كان فيها وكي تفاد الجريح الناس التي كانت تعرض لها مرة مرة أبقى غالصة غير في الضار هنا يجاوب هو ويعود لها القصة لهم كاملة يقول أننا جئنا من المزاب جئت أنا وبنتي لنقلب لها على شيء مهنة نشوف نشوف ناس التي لا يحتاج لتعاون في الضار ويتعاون في الشغلات والشقة ولكن جئنا وبقنا النهار كامل ونحن واقفا في الموقف وكان سنوى ولكن لم يجلب الله وراء لنا الليل ولم يكن في المشي لم يكن أعرف أحد في المدينة هذه سيدة يبقى فيها وطلب منهم أن ينوضوا ويمشوا معها لدارها لم يكن لديهم خيار آخر لأن لم يكن ينوضوا ويركبوا معها في الطموبيل ويجلبهم فعلة لدارها التي كانت في حيارها في مدينة الضار أيضا هذه سيدة كانت اسمتها جميلة وعيشة في هذه الضار غير هي ورجلها عندها ولداتها وعندها ابنياتها ولكن لم يكن عيش معها كان فيهم المزوجين وفيهم الوليدات ستعطيهم لكي يتقوت ويأكل لأنه من نهار كامل ومقاسم الجوع ولقمة واحدة لم يكن لديهم هنا أبو شعيب سيبدأ يعود لهذه السيدة ويعود لها القصة لحياته كيف ما اتمرته وكيف تأول الوليدات التي خلت له أكثر من تمني الولاد وكيف أربعة الأول منهم رافيهم من الاحتياجات الخاصة وقال ويقلب لها على خدمة في دار البيضاء حيات لم يبقى قاعد هذه المسؤولية ببعده والزمان صعب عليه هذه السيدة تعطفت مع أبو شعيب بزار وتأثرت بالقصة دياله وقررت أنها تعاون قلت لهم انتوما غير كونوا هاني ما جيتوش على الخاوي دكش اللي يجي قبل إن شاء الله سيكون القضي هنا قلت لي سنجعل السعدية معي في الدار تعاون أصلا أنا ما عندي شغل بزاف وعيش غير أنا وراجلي وخاص لي والنس قلت لي غير خلي ها وتهن أنا سنتهل فيها مزيان وانت ما تعرف غير في أخر كل شهر أجي باش ادي الشهر ديالك هتعاون بها على الوليدات بوش عيب غير كانت تواصل غير مع أخوتها ومهر الله يرحمها ومع أبوها كانت بنت حشومية ودخلها سقراصها وما كانت خرج من دارهم بحكم أن الناس لاعرف كيف تنمر على أي شعيد المهم جميلة كانت سيدة حنينة وضريفة وعرفت كيف تعامل معها وخلت تقرب منها كانت تمهر لي فيها وديرها أكثر من بنتها وكانت كل مرة تمشي وتقدم تقضيها وتقدمها حويجات وتمشي وتعديهم البوشعيب ووليداته وتفرحهم حتى هما الرجل جميلة لم يكن بحالها ولم يكن يتقف الناس بسهولة ومن ديما كان يهضر معها يقول لها اشتهاد المحنة الزيدة لك سأتخرج عليك ديما تجيب الناس الذين لم يكن عرف وقد دخليهم علينا للدار وما عارف لش نوكين في نيتهم ولكن جميلة لم يكن تتسوق ليه ولم يكن تتسوق له لها دارت وقد تدير غير ذلك شي يقول لها رأسها السعدية تبقى مع جميلة خدامها المدة خمس سنين وهي مهر لي فيها ومنس ها أي حاجة طلبتها لا تخسر لها واحتمل العائلة كاملين ولو يعرفوها وكاملين ولو ديرينها بحل بنتهم ووحدة منهم وما يعتبروها أنها خدامها المهم ستبقى الأمور بحل حك وكون شي مزيان حتى سيصل لعيد كبير عام 1995 عيد أضحى وهذا كان هو العيد الخامس للسعدية مع جميلة مع العلم أنها لم يكن تدوز معها لأن جميلة كان ديما في كل عيد كبير كان تعطي لكون شهر للسعدية كان هذا هو الكون الذي لديها ومشي ووزول مع الأب وخوتها المهم 1-3 أيام قبل عيد الأضحى جميلة عدت هذه السعدية وستطيعها ووصلها لمحطة طبيعة الحلم بعد ما تهللت بزيان اشتريت لها حويجات وتفرح بهم خوتها فعلا السعدية كانوا فرحان بزار جاءت بنتهم لعندهم خصوصا ستبقى معهم لمدة ديال شهر عيد الأضحى وكل كان مزيان ومن بعد تقريب 1-6 يوم البوليس يأتي للدوار يقلب ها للسعدية يأتي للدار ويأتي ويسألوه فين هي بنتك السعدية قالهم بنتي رأي كينة في الدار وفعلا يكلمها لهم البوليس أول ما خرجت عندهم السعدية يسألوها على إمتى آخر مرة شفت فيها ملات الدار اللي خدام عندها اللي هي جميلة السعدية تقول لهم باللي شفت 1-3 يام قبل العيد فإن وصلت لها للمحطة لكي تأتي لدارهم قالت لهم باللي في كل عام بحال هذه الفترة هذه العيد تأخذ كونجي البوليس هنا سيقول لها باللي ملات دار اللي هي جميلة توفات هي ورجلها وقال لها باللي رغم ماتوا متعادية وطبيعية وإنما ماتوا مقتولين السعدية هنا ستصدم و ستجيها واحد الحالة هستيرية ستبدأ تغوّد و ستطح في الأرض بقاو فيها موال انضرب زعف المهم من بعد ما اتفق من هذه الصدمة و ستستوعب موقع البوليس سيكمل معها الحضرة لهم حيث يسوّلوها على آخر فترة دوزتها مع موال الدار واذا لم يكن لها شيء ليس طبيعي شيء ليس هذا شيء حد الذي يكون يأتي لهم والتصرف ليس عادية السعدية نجاوبهم باللي الناس كانوا عاديين وطبيعين قال لهم الناس لها عمرها دار وما يجيوش عندهم احتضيها بززف من غير وليداتهم وباللي هي كانت عايشة معهم باخر وعلى خير قال لهم باللي أنا ما نقدر نفيد لكم بحتاج جهاجة حيث نكت في دارنا في هذا وعند هالشهود على هاله ملحان وتلي شاف فش حطها الكار دارهم خوتها الجيران دوز تعيد أضحك قدام الناس كاملا وحتى السيدة التي وصلتها برجلها احتر لمحطة البوليس لا يعرف لا يفهم التشيحاج ولكن تأكدوا بالليستادية لا تفيد ولا تفيد في الجريمة وبالليه البيس التي ستعيد لها لا تتوصل لهم الوالو جميل وراجل مقتولين وسبب الوافاة الحساب تشخيص الطبيب الشرعي كانت ضربة قاسحة في الراس بعد مدل المعينة المصرحة الجريمة وقلبو هذه البصمات سيكتشفوا بالليه في الدار كاملة كائنا غير ثلاثة البصمات ديال الجميلة ديال راجلها وديال السعدية التي بطبيعة الحال من الطبيعي أن تكون بصمة لها تنمال لأنها كانت خدامة منها وكتجمع وكتشقى 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 في أي بلازة ساكنها مع الناس وفي هذه الدار المهمة القضية ستسجل ضد مجهول وبقى تبارد المدى طويلة المهم من بعد 7 شهور على هذا الذي وقع مع جميلة ورجلها في 1 نار ستأتي شكاية للبوليس هذه شكاية كانت عند واحد سيدة التي جاءتهم ضربة وضربة خيبة في رأسها ضربة التي كانت داخلة جاءت وقتلهم باللي تعرضت المحاولات القتل من طرف السيدة التي كانت خدام عندها وقات لهم باللي السيدة سرقتها وهربت السيدة تأكد لهم بأن هذه البنت لم تكن ناوية تضربها وتهرب وإنما تقتلها رغير ربي جاء من جهتها البوليس سيسول على المواصفات لها البنت واشعرف اسميتها واشعرف ها في تسكن وفعلا ستعطيهم بعض المعلومات لها قلت لهم باللي البنت اسمتها زينب وقت تسكن في أزمور وعطتهم بعض المواصفات ديالها وقلبوا وصولوا على اسم السيدة ولكن القواب لم تكن أحد بهذا الاسم يعني السيدة التي جاءت لها كذبات عليها في المعلومات التي أعطتها في الأول يعني أعطتها اسم زور وعطتها مدينة غالطة كما تسكن في أزمور ولكن في الحقيقة لا تكون سكن في وهذا ما لماذا الواحد من طبيعي أول ما يريد أن يتأكد من الهوية له ويأخذ فوتوكوبي ديال الكارت اللي كانت لديه سيدة هذه ستفكر بالبنت التي كانت تعملها عندها واحد لحدي بفظهرها واحد من هذو المحقيقين التي كانوا تسمطوا لها ستفكر بالقادية الجميلة وراجلها والخدام اللي كانت خدامة عندهم لها السعودية في الوقت اللي كانوا يديروا البحث كان هو واحد من المحقيقين اللي انتقلوا المظاب وحقوا مع السعودية ومعبها ويقول لهم هدا وقل عرب تكون هي دخيتي اللي كان قلبوا عليها والعيب لها فاضحة فعلا سيديهم البلاصة في سكن السعودية ومعبها سيقلوا بالله لم يكاين في الدار لا نقول لأنها كانت سكنة غير في الخربة لا هي ولا أبوها ولا أخوتها يقول جديدين اللي يقول لهم انتقلوا مدها ومشوا وسكنوا في دارهم الجديدة الدار اللي بنبها على جوج طبقة البوليس سيبدو يستغرب ماذا بدل الحال وبالحال في هذه المدها القسيرة المهم عمشوا للدار وعي القوب وش عي بتما عي سيقول لها فين بنتك السعدية قال لهم السعدية هي كاينق ومش يكلم لهم البوليس أول حاجة سيقول لها بطبع هي منيجك هذا الشيء كامل من حين لك هذا كيف ما بي لون هار ولت عندكم فلوس هذه كاملة أبقى سيدا كيشوف في السعدية سيكون من غير هذه الدار التي علاج طبقات أو عنده واحد الحانوس الذي يبيع فيه المواد الغذائية وش عايز يجاوب هم يقول لهم بل وردت الأرض على والديه ورد باعها وبها بجدار هذا كامل قال لهم بحس الوضع يدع البوليس سيبدأ يستجوب في السعدية ويواجه بالشكاية التي جاتها من عن السيد التي خدمت عندها ولكن السعدية سيضرب ها وليس أكد لهم خدمت عن شحد من غير المرحومة جميلة جميلة وراجلها التي يدعوها أول مرة خدمها في كازا البوليس لم يزادوا مع أفلا هضرة وكانوا جايبين معهم واحد الإذن بالتفتيش يدخلوا لكي يقلبوا الدار ديالهم ويقلبوا ويقلبوا حتى القوة الباليزة التي كان فيها كمية كبيرة ديال الدهب أي سولة السعدية على هذا الدهب من نجاه قلت لهم الدهب جاني من خدمتي من عرك كتافي أنتم ما عارف من مليك صغيرة وانا أخذ دهب وقيت كان جمع وكان شري كان جمع وكان شري وفهمت بل هذا الدهب هو زي ما تحويش هذه العمر البوليس بطبيعة الحال لا يتحيق ها كيف تحييح جمعت هذه الفلوس كاملة من الخدم في الدهب كيف تحييح هذا الدهب هذا عاد زي حق الورثة التي ورث أبوها على غفلة وخ تكون معرف في ان تحييح إذا كنت تصرف على دارهم فما يمكن تدير هذا هذا كامل وعاد زي هي كانت تخدم ها في الدور كما أكت لكم المهم عادي لهم واحد المواجهة بينها وبين سيدا التي تبيع الشيكاية سيدا غير شافت السعدية تعرف في السعدية في البلازة قلت لهم باللي هادي هي البنت اللي حاول تقتني السعدية نكرت وقلت لهم أنا السيدا لا مال مال صدير الذهب الذي أردت كامل ره ديالي وهذا النص هذا لا أعرف مال ولي لدي أي معلومة ولي لي أصلا فعلا السيدة ستعطيهم دلائل على أن الذهب ستبشي لهم الروسي التي كانت لديها و ستعطيهم حتى تصاور الذي كانت لابسه فيهم الذهب يعني لم يفعل أسات أو حضور أو أفكاد كانت مصورة به البوليس هنا سيعتقل السعدية وعديوها معهم للمركز لكي يكملوا معها التحقيق يبقى ويضغطوا على السعدية ويضغطوا عليها ستعترف بكل شي واعتراف ديالها فعلا فيه حواج صادمين بزر شي حاجة لا يمكن تطح لكم على بالكم السعدية لم يكن دائرة غير هذه المصيبة لكن عندها مصايب أخرين اللي خطروا كبير شحل ما قديتوا تخيلوا ما عتوصلوش أنكم تخيلوا هاد الشي اللي عن قول لكم أول حاجة غادي تعترف لهم بها وهي أنها هي اللي قتلت جميلة ورجلة وبالمساعدة ديال بها وفي النهار ديال عيد الأضحى قلت لهم الطمع طاعون هاد النس هادو عاونونا وساعدونا وتهلوا فينا ولكن أنا كنت بغى انقض عائلتي ونحيي لهم الفقر ويعيشوا حتى هما في مستوى زوين برغم من أن هاد الشي ماشي مبرر ولكن قلت لهم أنا غادي نقول لكم كيف نفدنا الخطة ديالنا السعادية قريبا بواحد الأسبوع قبل ما يوصل لعيد الكبير بدأت توجد ملدار ذلك شي كامل التي تحتاج تثبت لها الموعة التي تحتاج في العيد الكبير المهم تجعلها الضر ناضية قبل لم تتعدي براسك أنا سأجمع حواجاتي وعنمشي أنا وراجلي نعيد عند بنتي في المحمدية حيث بنتي سيقوم بعمل عملية وعلى العيد وخاصة نكون معها حاضرة قلت إذا تتعاون سأجمع معي غير الحوائش جمع معي هذا ما خاص نضيف جميلة هنا وهي تهضر مع السعدية ويجمع في الحواج ستجبد واحد البلغ لعشرات المليون تقريبا وش ذهب للي كان بكمية كبيرة وبدأت تعاود السعدية وقالت لها بلي هذا محتاج في العملية لبنتي لأن بنتي ستجعل عملية خطيرة ومت تكاليف غالية وطالعة شوكية أول مرة تشوف كمية كاملة دي الفلوس المهم عاونت جميلة جميع وكملت معا ذلك لخاص هيد دار وقبل العيد بتلت أيام جميلة سيتهز ويدي المحطة كيف تذهب لدارها من بعد ما تهللت فيها وقد بيت معها الأمور دي لها رجعت بحالها السعدية وأول ما رسلت لدارهم وهي مرفوع لأن شابت شي حاجة لم مرة شابت ها أبقى في بالها غير ذلك الفلوس اللي مبغى وش يحيد هم قدام عينها كتفكر كيف عدير توصل وتاخدهم والفكرة كبرات في راسة من درجة أنها بدأت تفكر كيف فجأة تمشي تحل دار تجيبهم وترجع بحالها ولكن العائق الواحد اللي كان عندها هو الأب ديال شنو غدا تقول لي فينا تقول لي هنا غدا وهو عارف باللي موالي النظار ما معيد في دارهم إذا ما عند لدي شي تقول وانا راجع الكازا هنا الساعدية قررت أنها تمشي وتصارح ببعض لدراك عاملة عاودت لي هذا شي كامل وقتلوتها الخو الطلب غدير ببعض الحال والفكرة بدأت تكبر له تأوى في راسه وعايا رجع يهضر مع بنته في الموضوع غدا يقول لها سوف يكون يهانية وعاول لعنية أنا عن نفد معك الخطة الغد اللي هو النهار ديال العيد كبير غدا ينضب كلي عيو دراس الناس ما زال نعس وما زال حتى الشم ما طلعت غادي خرجو الطريق وعيد اوتو ستوب انتم عارفون في النهار العيد الترانس بيكون قليل وما سيقوم لديهم المهم يبقوا يتسننوا ودعوا الوتو ستوب وطاحوا في شي واحد اللي ستركز وهو الذي يوصل لهم التمنق السعدية هي يمشي للدار الجميلة وراجلها ويقرر أنه يبقى على برا ويقرر أنه يبقى ستجد جميلة قدامها جميلة صدمات وتشوكات قلت هي كلابس كيف جيد في الدار أنت عارفة باللي هذا النهار لا نكون جنائر وعارفة باللي العيد سننزل مع بنتي السعدية ضغياج معدة كتبو ويقر وبدأ تكتب تلعليها قلت لها فعلا أنا أرد أخصني يكون في دارنا ولكن روقع لي جميلة مسكينة ستلقى فيها بزاف ستعنقها وستقول فيها خير مكين بس جيتي جيتي نحن مازال في المراسيم العيد الأضحى توجد معنا هذا كامل وإن شاء الله ما يكون عن خير المهم السعدية قدرت بحل مفرصها أولو عاوناتهم كملوا الدبيحة وسهله ودرت تسبب هذا قصطل يزب الحاجة وخرجت على أساس وعادت أنها كمية كبيرة القوزة والوقت الذي تحس بهم داخل وصافج نعاس خرج عندي وعلميني كيف ندخل ونصفيها لهم قال لهم أن نصفيها لهم ونأخذوا هذا الشيء الذي يأتينا عنها قبله ونحن لم نأتينا لأخذ هذا الشيء وعين ما شفت قلب موجعه المهم الساعدة هي هذا الشيء الذي سأتدير سأتمشي وقلس معهم وبدأوا يوجدون في شيء ويأتي ستتعمر لهم واحد بردتها وذلك الشيء الذي قال لها بوهدتو بالخرف الوقت الذي ستبدأوا يحسون براثهم عيام السيد سأتنع صغير في الصالة والتحزن والمرأة سأتطلع لبيت نعزها هنا الساعدية سأتعلم أبوها الذي سافر الخطة سأدهياتك أبوها يدخل للدار داخل هو دائر قبوه ودخل كيت سلت سأدهي داخل يبدأ براج الجميلة هو الذي يتحدث في الصالة قتله وهي يجعله غرقة مفيد معياته من بعد سأتطلع لمرأة وسأتصفيها لها حتى هي من بعد سأمشي يجمع ذلك الذهب ودخل الفلوس ويرجعوا لدوارهم بحل التحجى موقعاته بنت جميلة اللي كانت دائرة معها الغد له سأتبشي معها الطبيب لكي يشوفوا العمالية ديالها سأتجل حتى الباب ديال الدار مع الصباح الغد له يعني نهار تاني عيد سأتبدأ تدق تدق ولكن حتى شيء واحد ما كان يحل هنا سأتعيد الاختام وسأتقول لها شوفي سأتجل للدار أنا قدام الدار ديال ماما وابا دابا ورأنا كنصوني في الباب وكندوق وكنصوني لها في التليفون في التليفون ديال الدار ولكن ما كنتجاوبش رأها ما كي يجاوب تاوحد هنا في الدار وش مميجات عندك هي أبا ولا لا تهدي البنت هدي كانت ساكنة قريبة من من الوالدة ديالها شوية سأتقولها لا رأها ما كيناش عندي في الدار أنتي رأها عاجتي وكتعيطي لهم أنا رأها مالبارع في العشية وأنا كنصوني عليهم وما كي يجاوبوني أنا قلت مع رأسي يمكن مشغولين معك يمكن مشاو عندك وهذا الشيء لماذا؟ ما بغيتش نحكر ما زال عليهم المهم أخطاع ستقول لهم شوفي أنا جاي لعندك رأها ماما مخلية ليدو بالليس سارد أنا جاي ونحل الباب ونشوفوا ما هو واقع ربما يكونوا صخفانين ربما يكون الجاز ربما يكون الفاخر يكون ضوء خم مثلاً أولاً أخواتي تبجوش أول ما سيدخلوا سيتصدموا من هذا المنظر وهو من الذين تصلوا بالبوليس من الذين رأيت هذه الحالة هم الذين يعطوا البوليس البوليس عرفوا بالليه الجريمة الدافع ديالها هو الصارقة ولكن السعدية وببها لم يجعلوا حتى شيء دليل مراها شيء دليل اللي يبين بالليهما اللي كانوا مرا هذه الفعلة السعدية من بعد ما تنجح لهذه العملية عاد زعم بزار خصوصاً مرامة البوليس لم يشكوش فيها وما عرفوش أنها هي القاتلة وغادي تقول لي هذه المهنة ديالها كيفما يقولوا الطمع طاعون ما شبعوش مديك فلوس كامل والدهب اللي الدهو من عد المرأة الأولى المهم غادي تبدأ تختار الناس اللي تمشي تخدم عندهم أو بمعنى الأصح الضحايا ديالها تختارهم بعناية يعني خاص يكون فيهم واحد المواصفات اللي بغاها هي بحل أنهم يكونوا أولاً لباس عليهم ما عندهم ش زايد يعني ما كنش دراري ولا هدا او كنع المرأة والراجل والمرأة بوحدة والراجل بوحدة المهم خاصها تعزل الضحية لاعي ناسي الضحية التانية وليس مشدرت بالشكاية والتي تعرفت على الداب دياله وقلت هذا النص ديالي يعني ما نعرفتها يعني الذي نجات من الموت الضحية التانية كانت واحدة مرأة كبية خدمت عندها السعودية من بعد الموت ديال جميلة او رجلها يعني شي شهرت قريباً المرأة الأولى هذه المرأة كانت تعيش في بوحدة وكانت ميت لها الراجل وعندها الولد واحد الذي كان يعيش خارج المغرب المهمة هي بكيت عليها وشكاة السعادية وتاقت فيها لأن السعادية كانت كتبان عليها البراءة دخلتها لدارها وولات كتعاونها وكتعاونها على الشيء قادية للدار مهمة السعادية من بعد ما كسبت تيقا ديالها صافي وولات هي كل شيء في الدار وولات كتخلي المرة كتخلي البلاكارات محلولة قدامها وتما ستضرب ضربتها ستتخليها حتى تكون واحد نهار ناعزة من تكيف فراشها وستمشي تهز واحد الحديدة وستضربها بها الرأس قتلتها في البلاكارات تساعد في جمع الفريسة التي لديها بديها لها كاملا وعطيها رجع تاني يعود للدوار وبلا ما يعرفها حتى شيء واحدة شنه دائرة وهذهب ديالها السيدة هذه والذهب اللي لقوا عند السعادية في الباريزة واللي ما تعرفتش عليه الضحية الثالثة لأن الضحية الثالثة هي المرة اللي كانت يعودنا ويتصفيها لها ولكن ما ماتتش نجازي ديربي وهي اللي فضحتها وهذه المرة هذه اللي يكتشف الموت ديالها يعني المرة الثانية الضحية الثانية اللي يكتشف الموت ديالها هو ولدها ولدها اللي كان يهضر معها تقريبا يوميا ويقوم بتدير معها أبي الفيديو ولكن في هذه الأيام الأخيرة تقريبا تشف ثلاثة ايام والأربع ايام ما بقاش على تواصل معها هنا سيتصبح واحدين من العائلة دياله ويطلبهم باش يمشيوا يشوفوا الأم بدياله وشنوا واقع لها قال لهم رهما تجاوبني شقاع بعد يمشيوا ويبقوا يدقوا ولكن تواحد ما غير يحل لهم الباب هنا سيتصبحوا بالبوليس البوليس سيتدخلوا وعدين المعينة ديالهم ولكن لا يقدروا يوصلوا لأي شيئا وعاوة ثانية القادية تقيد ضد مجهول يسولوا لولدها يقولوا له ما عرفتش الأم ديالك شونك يكون معها الفضار يعني وش يجي عندها شيء واحد ولا قد تدخل الجيران يقول له ما ودي قاتل يا مؤخرا رهجبت واحد الخدامة اللي كتعاونها الفضار فسولوا على شيء معلومات اللي عنده عليها ولا المواصفات ديالها يقول لهم ما عرف ما عرف عليها شيء حاجة واحد تسميه ترى أنا ما عرفهاش لأن الأم ديالي ما كانتش كتعاود لي بحال هادشي بحال هادتفاصيل هدي هنا غادي تلصت السعدية الضربة الثالثة ديالها مع العلم أن السعدية ما خدمتش غير عند هاد الناس هادو في هاد المدة هدي كانت كتبخل عن شيء يا عائلات كتخدم عندهم نهار يومين كتشوف القاضية ما من النهاش والقاضية ناشفة كتمشي تزيد بحالها كتخرج من عندهم وكتتقلب على ناس خلال مهم سيدة ما كتضييعش الوقت من بعد ما بردت القاضية رجعتها وتاني كتتقلب على خدمة وطاحت في هاد السيدة هادي الثالثة سيدة هيا لبس عليها منطلقة كتعيش غير هي وواحد الولد صغير الوقت اللي هاد السيدة هادي كان ولدها في المدراسة السعدية قررت انها تنفذ الخطة ديالها من بعد ما كسبت اتقال ديالها احتهي واحتهي بانت لها بأنها رهها بنت بارئة وراحق اخذتها معنى خطها ولكن الحمد لله ربي فاش كيبغي يبيل الحقيقة ويفضح شي واحد راك يفضحه هاد السيدة هادي نجاها الله وما ماتش وكانت هي السبب باش تفضح هاد خيتي هي وبها السعدية ما كانش كتظن باللي هاد السيدة هادي راهها بخلتها مازالة عايشة انها كتقول صافرة جمعت لها ما كانش كتظن باللي هاد السيدة راهها ما ماتش وغادت تفضحها البوليس غادي يوقفوا عليها قدام باب دارهم واي حاجة كانت كتتأخذها من هاد الناس هادو كانت مباشرة كتديها لبها هو كي قضي الغارة الخير بانع لهم في خطرة المهم السعدية من بعد ما عطت اتصارف هاد الاعترافت ديالها كاملة وغادت تحكم عليها هي وبها بالمؤبد ما عرفش ما شنو السبب لها الطمع ديالها كامل سيدة كانت غدا في واحد طريق زوينة وكانت كتبان عليها الباراءة وكانت مكافحة مع اببها وغادت معاونها على الوقت بعض المرات الفقر كي يخلي الإنسان يخرج نيابه وقعد أول ناس اللي كانوا كيمددوا له يد المساعدة كي يحاول يستغل أي حاجة باش يحسن الوضعية دياله مع العلم أن الفقر رمى شي سبب الجريمة المهم هنا غادي نكون وصلنا لخيتام القادية دياليوم يالله نشوفكم في الحلقة الجاية ان شاء الله وإلى عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بدعمكم للقناة قبل ما نختمه ضروري نسمعكم الدعيوة ديال الخير اللي ولفناها الله يكتب علينا ما كاتب الخير والله يخرجنا من ضر لعب لعيب والله يرزقنا حسن الخاتمة ويجعل أخرنا حسن من أولنا ويجعلنا خفاف ضروري في الأقل ويجعلنا خفاف اخوتي اخواتي ادوزوا بخير ونتلقوا قدنا ان شاء الله في نفس الموعد صلى